اليوم عندنا فنانة إماراتية قدرت تحقق نجاح كبير في مجال عملها في وقت قصير جدا لوحاتها لاقت إعجاب كبير كبار المصممين الإماراتيين اللي حبوا شغلها وحبوا الاستثمار فيها في أهم الفنادق على مستوى الإمارات معانا اليوم مهى المزروعي فنانة إماراتية نقول لك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا أهلا وسهلا فيك نلاحظ من خلال لوحاتك أنك للحين تستخدمين الألوان الزيتية وهذا شيء قليل يعني من فناني يستخدمونها ليش لازلت تستخدمين الألوان الزيتية طبعا الألوان الزيتية بالنسبة لي يعني عشق يعني لا يمكن أتركها يعني مع كثرة المواد اللي الحين متاحة للفنانة أن يستخدمها وتكون أسرع بأنها تنشف أنا أفضل اللي هي مادة الزيتية لأنها فيها فيها تكتشر وفيها يعني ما تحصل بالألوان الثانية لونها كلما قدم كلما صار ناهر وفخم أكثر نعم وهي يعني تعتبر الميديوم للأولد ماسترز يعني الرسالين القدامة دائما كانوا يستخدمون الأول بينس فكانوا إلى الآن مميزة لوحاتهم فأنا أفضل أن أبقع لها المادة العريقة تحبيتي زي ما يقول تتمسك بالتقاليد الفن خاصة في الفن التشكيلي طب مهى إيش شعورك لمن كل سياح دبي لمن بيجوا فنادق دبي بيشوفوا لوحك؟ طبعا فخر كبير يعني كبنت من الإمارات ويعني أنا محظوظة من جميع النواحي يعني أن الإمارات دائما داعمة للمرأة وداعمة للفن وأنا ربيت طبعا في أسره يعني كثير يعني طول حياتي مشجعة للمرأة ومشجعة لإنتاج المرأة في جميع المجالات وهذا أكيد تعد كثير مها في نجاحك كثير يعني أنا جدا جدا محظوظة من جميع النواحي الحمد لله طيب منك تذكرتي أسرتك ودي يعرف شنون بديتي ومتى بديتي ومن شجعك أنك توصلين ما شاء الله تبارك الله إلى ما وصلتي إليه في هذا الوقت من صغري أنا أحب الرسم وأنا يمكن كنت من المواطنين القلائي اللي كانوا في مدارس يعني تهتم بالفنون وتهتم بالنشاطات اللي ممكن أي طفل يعني ينتمي لها أو يتعلق فيها حتى لما يكبر فبديت من صغري وكان في كثير من النشاطات المدرسية وكذا كنت دائما أشارك فيها معارض تابع للمدارس بعد شدي بعد الجامعة يعني بدأت أتعمق أكثر فشكلنا مثل مجموعة فيها مجموعة من رسامين الإماراتيات سميناها تبرة فشاركنا في كثير من المعارض بالإمارات وكان فيه تشجيع كبير طبعا من دبي من جمعية النهضة النسائية عملنا معارض في المركز التجاري في كذا يعني كذا إفنت صار في دبي جميل فمن هنا انطلقت للعمل مع الفنادق فكان يعني كنت جدا محظوظة بأن كان فيه مصممين ديكور يزيرون المعارض هذه وكان يدورون وقتها الفنانات الإماراتيات فحظيت بمشروع برج العرب وبعدها دخلت على مشروع بطار دبي توسعة وبعدها أيضا رحت لبعض الريزورتات برع الإمارات بالمالديف حسيت أن لوحاتي تندمج دائما مع الديكورات الحديثة لأن ألوانها كثير تنسجم مع الألوان الحديثة زي اللوحة اللي نشوفها اليوم جميلة صلاحها هذه الأسود وفيها شوية تحسيها يمكن أن تستخدمت الفند التشكيل التقليدي لكن فيها الحداثة زي ما ذكرت ما أنا لاحظت أن أنت كثير ذكرتي أنا محظوظة بس أنا صراحة بالنسبة لأنا أشوف أنك أنت مبدعة أكثر من أنك محظوظة ويمكن أن تمسكتي في هذا الشيء وطورتي نفسك وزي ما ذكرنا إحنا في بداية الحلقة كل قصة نجاح أكيد عدت في تحديات وصعوبات فإنت إيش الصعوبات اللي تحدتيها؟ أكيد يعني كون أن أنا ما تلقيت التعليم الفني بأصولة يعني أني ما تخرت من جامعة تتعلق بالفنون لكن حاولت بقدر مستطاع والحمد لله نجحت بأن أنا أطور نفسي من خلال الكورسات يعني كنت أسافر كثير أخذ كورسات برع وأنامي نفسي لذلك يمكن شوية حاولت أني أنا أول ما طلعت بعدين شوية انقطعت بأنني أبقى أنمي نفسي وألاقي الطابع اللي أنا أتعلق يعني أكون مبدعة فيه أكثر حلو يعني أنت ما وقفت من الموهبة تطورت نفسك وعلمت نفسك هي نعم يعني دائما يمكن يعني رسمي التجريدي إذا ممكن تسمينا فيه تكنيكات يجيدة يمكن يعني ما فيه رسامين وايدي يستخدمونها أنا أستخدم السكينة للرسم اللي يسمها البالت نايف فأستخدم اللون الزيتي بدون ما أخلطه بأي شيء ثاني يعني يكون ريتش يكون غني ما شاء الله فدائما لوحاتي حتى يعني ما تطلع بالصورة يعني صورة ما تعطيها حق قدرها إلا إذا يعني وقفت قدامها وممكن يعني تشوفها من جميع الجوانب فيها مثل 3D إذا ممكن تقول بلا شك أنت تقولين أن الأرض والطبيعة محور أقل رسوماتك نعم شنو أكثر شي تحبين على الأرض إذا ممكن أعيد التعبير يمكن مش من الأرض يمكن من السماء لأن الشيء اللي أستمتع فيه فعلا واللي يعني أتأمل فيه لما أكون في الطائرة وأنا أحب السفر وايد من نافذة الطائرة دائما لما أنظر للأرض يعني الأشكال الهندسية سبحان الله والألوان اللي موجودة يعني تلهمني وايد تلهمني جميل يعني يمكن هي أكثر شي لما أسافر أستمتع فيه ويمكن بالعقل الباطن يعني يكون موجود ووقت الرسم لأن أنا ما أعمل سكتشين يعني على طول أبدي بالفرشة أو السكين في يكون متخزن سبحان الله ويطلع بالأشكال الهندسية بالألوان يعني ألوان الأرض سبحان الله يعني عندنا تكون هي مصدر إلهام عشان أنت منها تبدأ ترسمي وتتلوني حلو مهى أنت ستفتح معرض قريب نحن سمعنا إن شاء الله قد إيش أهم مهم أنك أنت تفتح معرض وإيش أهمية المعارض أصلاً للفنان حالياً إذا ممكن تشوفيني يعني في دبي يعني صايرة كثير معارض ونشارات فنية في يعني غسماً أنا الرسام يعني يتحمس في إمارة دبي إن شاء الله ومنافسة حالية كمان منافسة كثير آلة تلفيز الإيجابي اللي هو دايما نحفزونكم نكون تسوين أفضل وأفضل إن شاء الله قررت أني أوقف شوي تعامل مع الفنادق وأركز على معرضي الشخصي إن شاء الله على آخر السنة فإن شاء الله يعني إش نوع اللوحات اللي حتكم موجودة هو المحور راح يكون موضوع الأرض فالأرض يعني كيف أنا أقدم بصورتي يعني كيف أنا أترجمه باللون طبعا أنا عندي اللون شيء وايد مهم في اللوحة يعني يمكن أكثر حتى عن الموضوع اللون هو اللي يلهمني إلى الموضوع يعني تستخدم الألوان الزيتية زي ما ذكرتي بس قلت أنها تأخذ وقت طويل اللوحة الوحدة قد إيش تأخذ يعني هذه اللوحة الموجودة هو في شيء في رسمي أنا دائما يعني أبدأ يمكن أربع خمس لوحات مع بعض لأن الزمن اللي استغرقه في أن ينشف يعني يأخذ وقت شوي فأبدأ أربع خمس لوحات مع بعض فتشفيني من هاللوحة لهالل وسبحان الله يعني في ناس يقولون لا كيف ما تكذيني تركزين قلت لا بالعكس يعني يعطيني لما أرجع لها بعد فترة أشوف شيء ثاني ما شكرا هذا اسمه ملتي تاسكين ما شاء الله عليها ما شاء الله عليك نحن بدورنا صراحة نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لإماراتية مهل مزروعي بالتوفيق إن شاء الله وإن شاء الله نشوف معرضك شكرا نتمنى لك ألف عافية